طيب أنا هبتدي معاك من ملف الكورونا بما أن ده الملف اللي تكلمنا فيه المرة اللي فاتت وإنتي كنتي على رأس الناس العاملين في موضوع اللقاح بعد سنة كورونا إحنا فين؟ وإيه تقولي للناس إحنا اتطمنوا ولا خدوا بالكوا إحنا الأمور مازالت حتى الآن محتاجة منكم تبقوا على يعني أهبط الاستعداد نحنا ما في شك أنه صار عنا خبرة ومعرفة أكتر بالتعامل مع بارس كورونا صرنا نعرف أكتر يعني بالفترة أو السنة اللي مضت صرنا نعرف أكتر عن كورونا كيف نتعامل معها بالنسبة للفاكسين بالنسبة للعلاج وأنا هلأ بخبركم أكتر أنه في أشياء يعني صارت لصالحنا حاليا أو بهالفترة السنة اللي مضت بعض الأشياء صارت مننا أنه نعطى موافقة للفاكسين للأطفال قبل كان في تردد بالنسبة لهالناحية كيود بالضبط فنعملت دراسات ونعطت موافقة لأطفال كانت أول شيء من قمس سنين وما فوق هلأ حاليا من ست أشهر وما فوق فبس أكيد بتعتمد على كل بلد كل بلد عندها معينة أو تعليمات معينة يعني المفروض المواطن يمشي على التعليمات اللي بتقدم البلد بالضبط لا يطمن أن اللقاحات أمنة وفعالة وأن الناس بدأت تاخد إجراءات أكثر طمأنينة فيها في دول مختلفة بالنسبة للأطفال هيدا جيد لأن بحاجة أيضا نحمي الأطفال الموضوع الآخر هي بالنسبة للحوامل أيضا كان فيه مثل ما بتعرفي كان فيه خوف كتير أنه الحامل بتقدر تاخد الفاكسين أو ما بتقدر تاخد بالضبط هلأ برهنت أنه من اللي عم نشوفه من السورفيلينس أو النتائج اللي عم نشوفه أنه الحامل ضروري تاخد اللقاح لأن إذا الحامل أصيبت بالفيروس بيأثر عليها بطريقة سلبية وأيضا بيأثر على الجنين أيضا بالنسبة للجرعات المعززة هلأ صار عنا بناخد جرعات معززة مع أنه فيه أشخاص كتير ما بدهم ياخدوا هيدا الجرعات لأنه بيعتقدوا أنه هل يطرى نحن كل فترة وفترة رح ناخد جرعات ولكن هلأ فيه الجرعة المعززة الأولى بعد ما تاخد إذا أخدت مثلا فايزر أو ماديرنا جرعتين اللي بيسموهن primary doses فيه جرعة معززة وفيه تعتبر الجرعة الثالثة ولكن هي جرعة معززة أولى وفيه جرعة معززة ثانية هي لفئة معينة من الأشخاص اللي هني أكتر بيكونوا عندهم نقص بالمناعة وأيضا كبار السن كمان أعتقد كبار السن مفوق الخمسين الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز المناعي أيضا الأطفال اللي عندهم مشاكل بالجهاز المناعي نقدر نعطيهن الجرعة المعززة الثانية وبالإضافة وهذا شيء جيد جدا نعطى أيضا موافقة ونعمل طبعا دراسات على دواء علاج لكوفيد 19 بس أكيد فيه يعني شروط معينة كيف بناخده هذا العلاج ومن هذه الأدوية الدواء هو بيتاخذ بالفم هو باكس لوفيد هذا الدواء أكيد قوله شروط لأنه بتعارض مع بعض الأدوية الأخرى فمن المفروض أنه نستشير الطبيب طبعا أكيد هيدا بده وصفة طبية خاصة للأشخاص اللي ممكن يكون عندهم أمراض كبد أو كلا بدنا نحدد الدواء يعني لهؤلاء الأشخاص عظيم دكتور